تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية ترويج الأردن كوجهة للسياحة العلاجية فقد أعلنت وزيرة السياحة والأثار مجد شويكي أنه تم منح الأردن علامة السفر الآمن من قبل اللجنة العالمية السياحية مؤكدةً أن ذلك تم نتيجة خلو المستشفيات الأردنية من فيروس كورونا ووجود رغبة لدى العديد من الأشخاص للعلاج في الأردن وشددت وزيرة السياحة على ضرورة وجود متطلبات عند السفر أو الوصول والانتقال للمستشفى ومن ثم التعافي وذلك وفق اشتراطات أهمها أن يحملوا جميعهم فحص خلو من فيروس كورونا مشيرة إلى وجود عشرين مستشفى في المملكة تقوم باستقبال المرضى المسموح لهم فقط بالقدوم من دول الخليج وفلسطين والعراق وليبيا والجزائر والسودان واليمن وقبرص